في المقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في تسجيل مصور إن بلاده سترد على هجمات روسيا في البحر الأسود لضمان عدم حصار مياهها وقدرتها على استيراد وتصدير الحبوب وسلع أخرى إذا سمرت روسيا في الهيمنة على البحر الأسود خارج أراضيها وحاصرتنا أو أطلقت علينا النار مرة أخرى أو أطلقت الصواريخ على موانئنا فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه هذا دفاع عادل عن فرصنا في أي ممر ليس لدينا الكثير من السفن لكن يجب أن يفهموا بوضوح أنه بحلول نهاية الحرب لن يكون لديهم سفن